ما يخص بعض الأكبار السريعة جداً للنادي الأهلي حيبا فيه تشكيلات أو تعديل على التشكيل في مبارات إسماعيلي في الدورة يوم السبت بعد مبارات بروكسي الأخيرة في الدورة واللي فاز فيها الزمالك بصعوبة كبيرة جداً 3-2 فحيبا فيه يعني ممكن حيدفع بمحمد صبح فهرس المرمى إضافة لعودة محمود الوينج عبدالغاني لتشكيل الفريق في الخط الدفاعي كمان حيدفع بأحمد سيد زيزو مصطفى الشارب في تشكيل أساسي للفريق مع سيف الدين الجزيري من بداية المباراة في خط الهجوم الزمالك داخل فيه مفاوضات كبيرة جداً فطت لانتقالات الصيفية عشان ضم ثنائي نادي بيرامدز محمد الشيبي المدافع وكمان وليد الكارتي الاثنين يعني ورفض وكيل الثنائي التعليق لحل انتهاء من مباراة الموسم لكن أنا بقول لحضراتكم الاثنين يعني الزمالك داخل في مفاوضات جداً جداً لضمهم خلال الفترة القادمة كمان بيدرس استعارة فرجاني ساسي واشرب بن شرقي مصطفى محمد خلاص عارته حيرجع لنادي التركي جلالة السراي مرة تانية بعد طبعاً ما النادي الفرنسي اللي بلعب له مصطفى محمد وهو نادي نانت الفرنسي ما أبداش أي شيء وكان طبعاً معروف أنه اللي عارى على سبيل البيع بخمسة ملايين وسبعة وخمسين ألف يورو لكن حيرجع لجلالات السراي مرة تانية بتمنى بتمنى أن مصطفى محمد يكمل بتمنى أن مصطفى يكون عنده مزيد من الإصرار مع النفس امسك فيها امسك فيها أنت في حتة تانية وطول ما أنت في أوروبا هتبقى في حتة تانية واشتغل يا مصطفى على نفسك مصطفى من الناس الجميلة جداً 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 شغل على نفسك في اللغة اكتسب له شوفوا خلوا كاب محمد صلاح نموذك خلوا نموذك في الثقافة وفي اللغة عشان تقدر تتعامل شوف إيه السلبيات اللي كانت موجودة أنت كنت هدى في الفريق في نانت الفرنس إيه السبب أنه أكيد التعامل اللغة التواصل فده كله لازم تشتغل عليه إن احنا عايزين مزيد من اللعبين المحترفين خلال الفترة القادمة بمشاعة الله تعالى فإن شاء الله يقدر مصطفى محمد لو يكمل ويبقى فيه دوريات أقوى بإذن الله رب العالمين خلال الفترة القادمة أنا مش عاوز أطول على حضراتكم لكن حاخد بس نتائج مباريات دور الـ 32 في كاس مصر سموحة فازة على قاله إيجبت 2-1 الداخلية قاله إيجبت لعبة مغاراة كبيرة جداً بنشكرهم عليها أحداً ديت قسم الثالث داخلية مع أسوان 2-2 ورقلة الترجيح كانت 4-3 للداخلية ياسر رميكا كلب باطرة فاز فوز عريض جداً على الكنس 5-0 الكنس على فكرة فريق كويس لكن برضو اهتمامه بالدورة أكتر امبي فاز على لفيينة 3-0 البنك الأهلي عمل فاز على شبان مسيمين إينا 3-2 شكراً شبان مسيمين إينا مشار جابريز وكل اللاعبين وإدارة النادي عملوا مباراة كبيرة جداً 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 في ظل يعني إمكانيات عرفة لكن كل شكراً لشبان إينا المولي العرب فاز على الحمام 4-0 المصري بورت سعيدي على بطرول أسود 3-1 والبطرول اللاعب مباراة كويسة جداً مع الكابتل نشام عبد المنعم بنشكره عليها الزمالك فاز على بروكس 3-2 بروكسي كل التحية وكل التقديم محمد حامد وأيضاً حاجة حامد فريد بسام كل القائمين على نادي بروكسي عملته شيء مشرف جداً جداً مع فريق كبير بحجم نادي الزمالك مع أحد القوى القروية في مصر لكن كل الشكراً على المستوى اللي انتوا ظهرتوا بي التحاد سكندري فاز على السكر الحديد 2-0 والأيضاً السكر الحديد لعبة مباراة كويسة فاركو فاز على مسالة صلاة 1-0 فيتشر شكراً مصري أيضاً فاز على طلع الوصول 4-1 طلع الجيش فاز النراضة على الشرقية 3-0 لسه بيرامدس هتقابل مع راية اسماعيلي مع النجوم حيبه أم الأربع وحرس الحدود مع غزل المحلة مجادر السبتاشر طبعاً الزمالك هتقابل